لن يذهب إلى أي مكان الشعب الفلسطيني قائم له هويته الوطنية مثل الشعب الإسرائيلي لا أحد ينكر هذه الحقوق ولكن لا بد من التعامل مع هذه الحقوق بشكل متساوي إذا كنا نتعامل مع القضايا بمعايير واحدة سواء كانت قضاية الشرق الأوسط أو أي قضايا أخرى ما نستشعره من اختلافات في هذا الصدد إنما بتعقد الأمور وبتجعل مهمتنا المشتركة لتحقيق السلام أصعب لأننا نفقد لدي الرأي العام في كل مكان المصدقية أننا نعمل من أجل المصلحة العامة الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته هو أيضا حق يجب احترامه والعمل عليه أن الدخول في دائرة من العنف هي مرتبطة بمن ينشئ هذه الدائرة ومن يبادر بها فهناك حق بالتأكيد لكل للدفاع عن نفسه وهذا الحق لا يتجزأ فهو ممنوح لكل من الترفين نفترض أننا أوقفنا الهجوم على غزة الآن وأوقفنا العنف الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ما الذي يضمن أن هذه الأحداث لن تتفجر بعد شهرين أو شهرين إذا لم نعالج الأسباب الأسباب ثم تحتلال يجب أن ينتهي نريد سلاما ينعم به الفلسطينيون والإسرائيليون نريد سلاما يلبي حقوق الطرفين نريد سلاما يضع منطقتنا على طريق البناء ومقاربة تحدياتنا المشتركة لكن لا بد من الصراحة ولا بد من أن نقول بأن غياب آفاق الحل السياسي على مدى السنوات الماضية خلقت حالا من اليأس والإحباط